مناسة مفيش فرق عربية وصلت لتصفيات هنا هي كلها فرق افريقية هنروح بقى للدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الولمبي عشان نتطمن منه على اخر استعدادات المنتخب الولمبي ازاك يا دكتور علاء? انا كنت مستعمل ازاك حضرتك. الحمد لله تمام. طمننا بقى على اخر استعدادات المنتخب الولمبي خلال فترة اللي جاية ان شاء الله. احنا ان شاء الله عندنا القرعة يوم اه اثنين بإذن الله. ابونا عليها تاريخ المجموعة ايه? اللي هي احنا على رأس هذه المجموعة. مين اللي هيكونوا معنا? والمجموعة بيه? هيكونوا على رأس مجموعة نيجيريا اللي هي ان هي. حمل الله. حمل الله. اه سابقة. وان شاء الله نلاعب اه مطشين والدين بخلال فترة من سبعة الى خمسة اه اكتوبر مع اي فقتين من المجموعة التانية. مم. بعد كده عندنا ان شاء الله بعد المباراتين دي المعسكر تاني. من خمسة عشرين اكتوبر بيوم اه سبعة. ثم البطولة بإذن الله تبدأ من يوم الثانية اللي افتتاح. ايبقى تستاذ القاهرة بإذن الله. ما شاء الله اسماء منتخبات كبيرة كابتن علاء يعني منتخب مصر موجودة بأرس مجموعة والبلد المستضيفة للبطولة. فيك كاميرون في غانا جنوب افريقيا زنبيا كودفار نيجيريا مالي. مفيش فرق عربية. كنت تتمنى يكون فيه منتخب عربي موجود? ما عليش هما لم يوصاكوا. اه. وان شاء الله المهمة طبعا بالنسبة لنا المهمة صعبة بس بإذن الله. طريق بتاعنا فريق جيد ومعاني جهاز فني على اعلى مستوى. وان شاء الله مركزين. والليلة ممهارة من الكابتن شاوي. نركز الموضوع. جميعا بعد بقية عضاء الجهاز الفني. امان. امتبعين المشاطر في الدورة. امتبعين اللاعبين كلهم. وربنا يوفى ان شاء الله. ونحسن اختيار اه المجموعة اللي هتمثل منتخب مصر. ان شاء الله على يوم اول الشهر. ان شاء الله. او السرح باطة. ان اللسه تتقدم اول حدوثة بيزن. بداتوا الجماعة ومعلوماتك بتنعيها عن الفرق المشاركة? ولا مستني لما تشوف المجموعة بتاعت منتخب مصر تبدأ تجمع معلومات? لا 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 نجمع المعلومات. اه. وبدأ الجهاز الفني بيتطلع على السبع. لان ان شاء الله ان لعبهم ان شاء الله ان لعبهم ان شاء الله ان لعبهم في الدور اللذاع ولا اه? ولا في المجموعة. وبعتنا للسرح دي وبعتنا للسفارات عشان تبعت لنا الشوايط. تمام. والسرح دي وبعتنا لها ان شاء الله عشان نتبارى مع زي ما قلت لحضرتك بالفترة من سبع وخمستاشر اكتوبر دي. يعني الشغل بدأ من بدري فعلا خلاص. تتمنى مين يكون موجود في مجموعتنا كابتن علاء? يعني من الاسماء دي. السبع اه يعني مستوى المنفذ جدا يعني. اه. ما فيش حد يوصل النهايات ومستوىها متوسط يعني. فبإذن الله يعني احنا قادرين بإذن الله على ان اه نحقق نتيجة ايجابية ان شاء الله. لان زي ما قلت حض اول والثاني والثالث. هيتأهلوا الاولمبياد تقريبا ان شاء الله. عايزة اتكلمك بقى عن دور اتحاد الكورة. اللجنة المؤقتة لادار اتحاد الكورة. والدعم. الكابتن عبد عزيز او دكتور عبد عزيز شايفين فعلا فيه دعم وفيه مساندة من اه اتحاد الكورة. ان شاء الله لانجاح المنتخب الاولمبي وتحقيق الهدف. يعني بعد يعني فاشل المنتخب مصر الاول. اكتبعوا في اكتبعوا فينا بعد امورات السعودية. اه. 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 وجنينة. اه. اه. مع الدكتور احمد والاخ صاد. كلهم جمعوا حصل فريق. وآآ على البزدك صار الجوز. وطبعا اي مشكلة اه. مفيش عندنا الحمد لله مشكلة مشكلة. ومحلنا مشكلة. اي مشكلة بنعرض عليهم بازم 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 الله. بتحل فورا يعني. كويس. ومسأ الله التوفيق يعني. ان شاء الله يا كابتن. على المجموعة ان شاء الله هنلعب احنا مجموعتين في ملعبين. استاذ القاهرة وفي استاذ السلام. احنا ملعبنا الرسمة يكون من استاذ القاهرة. احنا مجموعة اته بالاستاذ القاهرة ان شاء الله. طيب المشاة اللي جايه بقى. علشان اللعبة تبدا تتعود اكتر عاصدي القاهرة. باسم الله تقام آآ اه في Hyvalide باسم الله. ان شاء الله كمتعال ہیں كل التوفير الكابتنا عناه عزيز والكابتنا شاوي غريب وكل الجهاز الفني ان شاء الله المتخب الأولمبي. يعني ان شاء الله قادرين عندنا مجموعة لعبة مميزة. فيه المتخب الأولمبي من كل الاندية اللي موجودة. لكن الفترة اللي جاية ان شاء الله محتاجة تكاتف محتاجة يبقى فيه